تقولي الإه للحامة اللي هي بتبقى سبب إن ابنها يقرأ زوجته أنا بكرر تاني وبقول إن سيبي ابنك يعيش أنت محتاجة إيه غير إنك تشوفي ابنك كويس مع زوجة كويسة مستقر في حياته بأولاده سيبوه يعيش ويسيبوه يمارس حياته الطبيعية مع أولاده ومع زوجته مش هينفع إن إحنا نعكر صفه حياتهم حرام يعني إحنا نسئل عن الكلام ده إنتي ليه بخلانة بابنك على بنت الناس ما هم برضو بنتهم تعبوا فيها بكرر تاني أنا تعبت في ابني وحمات ابني تعبت في بنتها يعني أنا لو عندي ابني إيه المشكلة أن أنا سيبوه يعيش حياته سيبي ابنك يعيش ويمارس حياته الطبيعية دي سنة الحياة ما يبقاش عندنا حب التملك حتى الأولادنا حرام اللي بتزلزل عطيفي ده مش كويس طيب يعني إحنا كده ممكن نقول أن تدخل تدخل الأهل في العلاقة الزوجية هو سبب للمشاكل أو قد يكون سبب أن المشاكل تكبر وتنمو وتنتهي بالانفصال أو الطلاق ترجمة نانسي قنقر